الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فدية الفطر في نهار رمضان بعذر المرض الذي لا يرجى شفاءه هي أن يطعم عن كل يوم مسكين من أوسط طعام أهل البلد لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأما إخراج الفدية مرة واحدة فهو جائز إذا كان بعد مرور عدة أيام أو في نهاية الشهر وإما إخراجها قبل موعد استحقاقها كأن يخرج الفدية كلها أول الشهر فهذا غير جائز عند أكثر العلماء وعلى هذا فيجوز إخراج الفدية آخر شهر رمضان أو إخراج فدية كل يوم بيومه خلال اليوم أو بعد انتهاءه أما إخراج الفدية في أول شهر رمضان عن جميع الشهر أو إخراج الفدية عن يوم قبل طلوع فجره فغير جائز عند الجمهور لما في ذلك من تقديم الفدية على سبب وجوبها وأنس بن مالك رضي الله عنه لما ضعف كما روى الدار قطني لما ضعف عن الصوم في أحد الأعوام صنع في نهاية الشهر جفنة فيها ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم مرة واحدة لكن في آخر الشهر بعض العلماء كالأحناف أجازة تقديم الفدية كلها مرة واحدة في أول الشهر كما قال ابن عبدين في حاشيتي للشيخ الفاني يعني كبير في السن العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وجوبا ولو في أول الشهر أي يخير بين دفعها في أوله وآخره لكن الراجح هو عدم جواز إخراجها كلها أول الشهر لأن الفدية لا يجوز إخراجها عن يوم إلا بعد وجود السبب وهو الفطر وبالتالي التكليف بالصيام لا يثبت إلا بطلع الفجر وذمة الإنسان تكون غير مشغولة بالفدية إلا عن الصيام الواجب وعليه فهذا المريض مخير بين أن يخرج فدية كل يوم على حدة بعد فطره وبين أن يخرج الفدية عن جميع الشهر بعد انتهاء الشهر كما فعل أنس ابن مالك ولا حرج أيضا من إطعام المساكين بعدد الأيام متفرقين أو مجتمعين فيجوز أن تدفع الفدية لمسكين واحد أو أكثر ويجوز أن تدفع مجتمع أو متفرق فيجوز أن يدفع مثلا فدية كل يوم بيوم لمسكين ويجوز أن يخرج فدية يومين لمسكين وفدية ثلاثة أيام لمسكين واحد ويجوز أن يدفع فدية الثلاثين يوما لمسكين واحد الأمر فيه ساعة بفضل الله والمهم أن يكون إخراج الفدية بعد وجوبها يعني بعد دخول اليوم الذي سيفطره العاجز عن الصيام والله تعالى